اييي السلام أرجع هيو الشباب سلام عليكم معكم أخوكم مع او عس تيكو حلقة جديدة من لعبة بازو هارد مود حلقة اليوم أو الحلقة الماضية خلينا نذكركم شو ساوينا الحلقة الماضية ساوينا السيسبنشن كامل كله خلصتو مع الأدرعة والبريكات والعواميد التوازن كل شي خلصنا فحلقة اليوم رح نساوي المحرك تمام أنا عندي هون قطعتين شاريهم من الحلقات الماضية هذول قطعتين ففي قطعتين زيادة على ما أظن لازم أشتريهم مشان نبدأ نركب القطع للمحرك المحرك ما رح أشتريه لأنه غالي جدا فلازم يعني يشغل أكتر لحتى جمع شوية فلوس يعني وخلص منه فبسم الله خلينا نبدأ يلا خلينا نروح لعند روغر نشتري القطع وإن شاء الله يكفل 2600 اللي معي فإن شاء الله يكفل كمان 1600 من اللي معي بس ديقل أشوف نشرب فيه شراب ما أنا حطيت بتذكر شراب يوليكم طيب خلينا نروح لعند روغر نشتري الأغراض المطلوبة ونشوف إن شاء الله يكفوا معنا الفلوس مشي يلا طيب يا شباب رح نوصل عند روغر وأرجع لكم أوكي أوكي يا شباب وصلنا خلينا نشوف إنه قدر نشتري طيب بسم الله أول شي أنا لقاطعطين اللي أرجيتكن ياها بالبيت ما رح أشتريها هدول هن التنتين اللي عندي إياهن فرح أشتري أول شي الانتر كولر تمام وكمان رح أشتري هذا الاكزوست تمام وفي عنا في عنا هذا الدفرنشل آآ والله ما دل إذا بكفوا الفلوس بشتريه ما أنا متأكد والله طيب هلأ يعني رح أشتري هذول اتنين واحد واثنين طيب وفي عنا هذا الدفرنشل معي 1800 خلينا نشوف فيني أشتري شي تاني يعني مثلا جنب هذي في شي تاني أشتري أول شي هون السبنجة هون خلصنا ما بدنا هذا الرف أبدا آآ هاد تبع البهبهاني كمان ما رح يعني ما بدنا ياه وهذا الهيتشر بعدين إن شاء الله الهيتش مو الهيتشر الهيتش آآ وهون في الأكسسور الأكسسوارات كما أوه في هون الكمبيوتر آآ وحقه 550 هاي شو بقي أنا ما أنا ما لفهم ليش بيحطوا 99 ليش هي 99 هلأ سحطوا 550 وخلصت الحكاية شو السر آآ ما برف أشتري هذة ما بظن يكفي معي والله هو إذا اشتريت أنا هاي أبل 500 أبل 500 بيزيد معي 351 تمام فبصير محتاج بس 200 دولار لحتى أخد هاي أوكي معناتها خلينا اشتري هاي تمام آآ لازمني 200 دولار لازمني 200 دولار بشتري هاي بصفي على الصفر ما يكون معي ولا ولا أي شي طيب معناتها هات الغرض يا ريتني اشتغلت زيادة خلف الكواليس قلت هلأ ما اشتغلت مرة تانية طيب معناتها خلينا هلأ وصل أنا هدول الأغراض على البيت تمام بعدين آآ روح يجمع شوية خشب أو يمكن آآ لا ما بتزبوط للأسف أنه شغل كنت عم فكر بالشغل الويد أنه أزرع حشيش ومدرشوه بطوّل فالخشب أسهل وأسرع فخلينا نروح شو ريكم نجيب أكل خلينا نجيب أكل وحدة هلأ بيكون مسكر هلأ هلما أظن لسه مسكة بيفتح الساعة 12 هلأ يداعش آآ برجع له بعد بعد ما أرجي لهم مرة ثانية خلص معناته أمشي نروح نودي الأغراض ونقطع خشب نجمع لنا شوية فلوس 200-300 دولار خلينا نجيب 300 دولار مش هلأ نأكل والشرب أوك يا شباب أصلنا على البيت طيب بس حطني الأغراض جوا تعرفوا يا شباب أنا إن شاء الله يمكن إذا هلأ خلصت السيارة و يعني صار الأداء تبعها كويس رح الحلقة الجاي رح أروح حاول يعني سابق هدول الشي اسمه سيارات سيارات نقدر نسابقها اللي ما بيعرف يعني فالسباق ليلي يعني باخدت السيارة بالليل وبسابق سيارات فإمكان إذا هلأ السيارة زبطت رح نسايا هالشي طيب هون في عنا خشب جاهز طيب خلينا نحطه بس بالسيارة ما مظن يكفوه الخشب اللي هون فراح أطع زيادة طيب حط لي هالخشب هذا كله هون أول شي شباب اكتبوا لي بالتعليقات ألعاب تانية ننزلها أنا هلأ بس عم نزل يعني جي تي اي وسنورانر وكمان سلسلة ألعاب تستحق التجربة فهذول اللي اسمه الجي تي اي والسنورانر ما عم يجيبوا يعني يعني الأداء المطلوب بالقناة وكمان أداء القناة كتير يعني نازل شوي كتير نازل شوي يعني شوي نازل الأداء فكتبوا لي بالتعليقات عن يعني أي ألعاب نزلها بالحلقات الجاي أو بالأيام الجاي كما تكون ألعاب مستاهلة يعني يعني مثلا مثل موم بازو مثلا تاخد سيارة وتعدلها ومدرشوه يعني فيها حياة واقعية تقريبا فعطوني اقتراحاتكم مشان نجرب في عندي في بالي لعبة أرك تعرفوا أرك فكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم نزل أرك في أرك جديدة نازلة على ستيم فحابب نجربها يعني شو رأيكم كتبوا لي بالتعليقات كمان عن أرك وكمان إذا عنكن إقراحات تانية أكتبوا ليها فخلينا نتخلص التقطيع الخشب هذا طيب يا شباب من شاء الله هدول الكفوا خلينا نروح بيعون وخلاص لبنزين شكله طفل حاله المتور بيع يا معليم أيوه ستمية هذا هو المطلوب ستمية وخمسة وخمسين حلو حلو تمام خلينا نرجع لعند روغر نشتري القطعة تبع الكمبيوتر السيارة وأكل ونجي طيب يا شباب صلنا واقف مع الليم شو الفرام التعبان تبع الهباب هاني ما فينا نغير في الفراماته ولأ لأسف ما فينا نغير الفرامات تبعاته طيب خلينا نشتري القطعة نفسها هاي 550 أوكي زاد معي 100 أوكي ما في مشكلة تطليها جوا هون معد في شي ما خلاص هيك آخر شي أي تمام طيب خلينا نرجع لبيت براغي بدنا براغي براغي بشتري من اللي عنده هده السوبر ماركت أرخص طيب نجيب أكل هو الخطوة نقول مع الليم تاني خطوة نجيب شراب حطوه على جنب متذكر مع الليم ونحكي مع هالشباب الرياضية ونجيب واحد براغي نجيب واحد ولا اثنين خلي نجيب اثنين أوكي ولا واحد لا لا خلي واحد لأنه معي أنا زيادة بالبيت فخلي واحد جعبالي اشتري قهوة نشتري قهوة لون الانرجي شراب مع الليم طيب تمام يالله بسم الله في في قطيت البراغي وين البراغي أيبا أوكي يالله صار وقت الشغل هيا نرجع البيت يا بنزين أوكي بكفوا اليوم فراح وصل يا شباب لعند البيت وارجع لكم وها قد عدنا كيف حبيبنا على جنب هيك يالله بسم الله نبدأ الشغل هطلي البراغي أول شي هون الكمبيوتر هون بس أنا اشتريت الكمبيوتر وبراغي بس طيب أول شي ويا ريتني اشتريت ستاند تاني والله كل مرة بنسى كل مرة بنسى اشتري ستاند تاني طيب ندبر حالنا هلا بهاد لأنه أول شي بدي ركب الاكزوست تمام هاد الاكزوست وتاني شي ركب هاي القطعة دفرنشال فبسم الله خلينا نبدأ قطينا أول شي المفتاح نفك القديم طيب ننزل تحت السيارة نفك أول شي الدفرنشال هذا هو الدفرنشال فاكم شايفين القديم فمن الشي الأول برغي هون ثاني برغي هون وهون في أربعة هون في اتنين اوكي تمام والله اكتهر البرغي تبعت دفرنشال ليش ما أدري المهم بشيل ايوا ارميها حبيبنا والله هدول هلا زبيعون والله بجيبولي سعر زبيعتهم ان شاء الله رح يجيبولي سعر محرك والله اذا جابولي سعر محرك ممتاز بوفروا علي شغل طيب نفك والله نسي تجيب بهذا اشتمان او مفلر طيب ما في مشكلة ان شاء الله بالحلقة الجاية لانه فلوس خلصوا نشيل اول واحد هون البرغي تبع وفيه التاني هون وهون فيه اتنين اوكي اطلل نفك برا وفك يا معلم فك حبيبنا ايوا ارمي برا كمون طيب اعطيني اول شي الجديد فينا لنغير لون او بس هلا ما معي لون هذا نفس اللون السيارة خلي خلي هلا ما رح اغير شي بس هذا اللون احمر بيتغير فقط يعني مو كله اوكي نركب اول شي القطعة هون بعدين هنا فيه براغي بدنا اثنين اربعة وثمان براغي عليه والله اكتار يا اخي والله اكتار على البراغي على على دفرنشل بس نرجع البراغي بنفس الاماكن طيب هي خلصنا الدفرنشل خليني نركب الاكزوست الجديد نزل هيك بالطريقة ان شاء الله يلقط بقط مع النام نكلم بالعكس انا ما اظن لازم امسكه بهالطريقة ايوا ايوا الاطبس تمام المفتاح وين طيعتوه طيب هون في براغيين هات لشوف او ثلاثة اول واحد هون نسبت الاكزوست الجديد بس اوكي طمام ما يخلص الاكزوست والدفرنشل نزل السيارة بقى ما بنائها مرفوعة نفتاح الكبوت خليني نركب القطع المحرك في عندي انتر كولر خليني نجيب القطع الثانية من جوا بالبيت وفي عندنا الانتيك وفي المانيفولد توربو انتيك كمان توربو بهما hanya ما بدح العديد يرت with انتيك لهاتف خليني بخوه اخر طيب نرجع هبننننفك اخي وين بحط المفك لكم؟ طب اول شي بنفك هذا الانتر كولر هذا الانتر كولر ولا هذا يمكن الانتاك هذا الانتاك هذا مبلا طيب فك الياه ايوه شي الانتاك الاولاني هذا هو انتاك ما اي مظبوط هذا الانتاك الجديد بس خليني فك ال الشي اسمه المانيفولد الثاني هون ها ترى بيكفوا البراغي ولا لا لا يشكلون يمكن ما هيكفي طيب فك الياه اوه ببراغي تبقوا هدولة اوك 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 تبعات الاكزوست لازم شيلون انا ركبتون اوك اي فكينا المانيفولد خليني نروح ننام لانه هلا بصير الليل وما بنقدر نشوف شي صحي بسم الله اوه اوه اعتشط في شراب ولا في اي في طيب خليني نكمل ما في ضو خليني نشغل الكهربا بس اوه ما في بنزين في بنزين بهاد اوك في شوي حلو ابيلي ايها بنزين اوك شغل ايوا بس يا اخي بس كان اللون او او الضوء ما بدي ما بدي بطل طفي 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 مع النام طفي الأضواء كتير مزعجة طيب اوه هيخفكينا المانيفولد والإكزوست مو المانيفولد والإنتيك فنركب اول شي المانيفولد يوه يو السلام طبعا على الشي اسمه على المحرك القديم شو بدي ساي ما معين سعر محرك جديد هلأ نحط كمان لا لا خلينا نركب البراغي تبع المانيفولد والشي نرجع براغي تبع الاكزوست طيب خلينا براغي جديدة وانا بدنا تقريبا اربع براغي طيب هاي خلصنا المانيفولد خلينا نحط الانتيك هذا هو تمام بده تقريبا ثلاثة براغي بده تقريبا طيب هاي خلصنا الانتيك خلينا نحط الانتر كولر ركب عليم يا الحبيب لماذا لم تركب يا حبيب ايوه طيب البراغي تبع الانتر كولر شو وين منحطه هدو خلينا نجرب بلك يعني بالقط ايوه ايوه هوا واحد ليكو قريبا به المكان هدا اوكي هاي واحد نجرب نجرب ايوه واحد تاني بلقط هون طرف التاني اوكي في طرف تاني بس برغية خلينا نشيك هيك يعني ندقق شوي لجوه نفوت لجوه السيارة مسلا اوكي اوكي شكله اثنين ما يشايف شي بس اوكي هاي واحد اوكي شكله اثنين هدا هو تمام خلصت ايوه هلا خلصت خلينا نفك القديم اه اعطينا المفتاح نفك المفتاح للباب او الدرج نفك هذا البرغي بعدين بعدين نفك الكمبيوتر القديم وين راح وين راح كمبيوتر القديم وين راح اختفى يكون تحت السيارة والله اختفى يا شباب ايش هيك يا الحبيب ايه ما في مشكلة خلينا نراكب الجديد اهم شي الجديد موجود ركب اعطينا برغي الجديد اوكي تمام خلينا نشوف التعديلات في التركشن كنترول اوه الاي بي اس انا ما غيرتو الاي بي اس خربان انا ما اظن ايه طيب هون في تيربو وايستيج 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 خلي خلي عنش خلي من كل شي متل ما هو ما راح غير شي سكر الباب اوكي تقريبا خلاصت اوه لايكو الكمبيوتر شو جاوله هوني طيب اه حط اللغرات كله هون كان بيعه خلف الكواليس او بالحلقة الجاي اعطيني البخاخ الاسود خليني البخ الاسود الجسم هده اسود اوه شايفين في صده في صده في صده بس بس سياره في عندي الادا اللي بشير الصده لو ما عندي بالكوخ ان شاء الله يكون عندي بالكوخ اوه والله ما عندي للأسف يا اخي انا انا ما في مشكلة معناته خلاص كمل بخ كمل بخ لشوف ايوها بس تمام اهيك افضل فيني غير لون هذا الاحمر بس هلا ما راح غير شي فهدا هو والله ما عجبني الصراحة اسود خليني حطو ابيض في عندي ابياض ايوه ليكو 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 ترجع لي يا أبيض ما عاجبني أسود صراحة استيقظنا مصدي طيب خلينا نعطيها تجربة للسيارة يلا بسم الله السلام يا السلام الصوت رهيب لترجعه عيش يا السلام يا سلام هلأ صارت قوية صارت طلقة خلينا نروح لعند المدينة مشان أخذ رحتهم وأخذ رحتهم أبدا وال 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 خلينا نروح على اليسار من هذا الطريق فهي طريق المترجم للقناة 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 المترجم للقناة